موسيقى تلعفر محررة بالكامل فهل انتهى حلم داعش في العراق موسيقى مقتل اربعين فردا من قوات النظام بالبادية وسوريا الديمقراطية تتجه الى مركز الرقع موسيقى ودولة الامارات العربية المتحدة تحتفي بالمرأة الاماراتية في يومها موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم نبدأ من الشأن العراقي اذ اعلنت القوات المشتركة يوم امس تحرير الحي العسكري وحي الصناع الشمالية شمال شرق تلعفر وهما اخر حيين كانت تنظيم داعش يحتلهما في المدينة حتى امس ليكون بذلك قد اتم تحرير المدينة بالكامل وخمس وتسعين بالمئة من القضاء ولم يبقى الا بضعة جيوب يختبئ بها افراد داعش الفارين من المعارك المزيد من التفاصيل في تقرير التالي ابرز معاقل داعش في العراق محرر بالكامل بعد ايام قليلة من اعلان القوات العراقية اطلاق عملية قادمون يا تلعفر لتحرير القضاء الواقع غربي الموصل ودحر افراد التنظيم من ابرز معاقلهم في البلاد حيال عسكري والصناع الشمالية في شمال شرق تلعفر كان اخر المواقع التي اختبأ بها افراد التنظيم بعد خسارتهم السريعة لكل احياء المدينة التي اعلنوها عاصمة لهم في العراق بدلا من الموصل التي تم تحريرها قبل اكثر من شهر ثمانية ايام فقط احتاجها الجيش العراقي لتحرير تلعفر لتبدأ بعد ذلك عمليات تطهير المدينة من الالغام والعبوات التي زرعها التنظيم بالتوازي مع عمليات البحث التي تقوم بها القوات الامنية عن مطلوبين فروا خلال معارك الايام الماضية تحرير المدينة لم يكن الهدف الوحيد من العملية العسكرية فالقضاء بالكامل كان تحت احتلال التنظيم المتطرف الا ان القوات العراقية تمكنت حتى الان من تحرير ما يقدر نسبته بـ 94% ليتبقى فقط ناحية العياضية والقرى المحيطة بها اضافة الى قريتي علو والرحمة المعارك التي دارت خلال الايام السبعة الماضية اسفرت بحسب قادة عراقيين عن قتل نحو 260 فردا من داعش وتدمير مدرعات وآليات كان يستخدمها التنظيم لصد تقدم القوات العراقية وفيما يتم محاصرة اخر مواقع التنظيم المتطرف تحدثت خليات الاعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة عن اطلاقها نداءات صوب المناطق غير المحررة في القضاء تحث المدنيين على التوجه للمناطق الآمنة وتطالب ما تبقى من عناصر التنظيم بالاستسلام خسارة كبيرة تكبدها داعش في العراق ولم يبقى لديه الا بضعة مناطق على الحدود السورية العراقية يحاول التمسك بها قبل دحره وتطهير كامل للعراق ليكون حلم الخلافة المزعوم انتهى في العراق فهل اقتربت نهاية اكذوبة داعش من غير رجعة في العراق والشام؟ بالسياق ذاته قالت منظمات إنسانية إن أعداد النازحين من تلعفر منذ بدء العملية العسكرية حتى اليوم بلغ 35 ألف نازح مشيرة إلى أن جميعهم يعانون نقصا حدا في الغذاء وفي حاجة لرعاية صحية عاجلة وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أعلنت في وقت سابق استقبال 1500 نازح من قرى ونواحي قضاء تلعفر بمخيم النمرود في سوريا قتلت قوات المعارضة 40 فردا من قوات نظام ودمرت أليات حربية خلال المعارك المحتدمة في البادية السورية ومنذ قرابة ثلاثة أشهر تحاول فصائل المعارضة في البادية صد الهجوم الأعنى في قوات النظام وميليشيات موالية لها على المنطقة وفي الرقى بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما جديدا تهدف من خلاله إلى تحقيق تقدم في المدينة على حساب تنظيم داعش الذي بات يحتل نحو 39% من مساحة المدينة وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق تقدم جنوب حي نزلة اشهادة وسيطرت على القسم الجنوبي من حي المرور وسط المدينة إلى ذلك أعربت منظمة اليونسف عن قلقها إذا التجارب الصادمة التي يمر بها أطفال الرقى ودير الزور في سوريا بما في ذلك معاناة العنف الوحشي والتشرد وفقدان الأصدقاء وأفراد الأسرة جاهد في بيان منسوب إلى ممثل اليونسف في سوريا فران إكيزا المزيد حول أوضاع المدنيين في الرقى في تقرير الزميلة حنان ظاهر بلا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا حتى رذاء ولو كان الهواء بيده لحرم تنظيم داعش الناس من التنفس هذا التنظيم الذي يرهب المدنيين ويحاصرهم في الرقة السورية ليضعهم في مواجهة الجوع والخوف تحت مرمى نيران لكن الأمر يزداد سوءا عندما يتعلق بالأطفال فبحسب الأمم المتحدة فإن عشرة ألاف طفل يعانون من ظروف بالغة الصعوبة بينها غياب المرافق الحيوية إلى جانب معايشة القتال الدائر هناك وأشارت الأمم المتحدة إلى تقارير تتلقاها اليونسيف من داخل مدينة الرقة تفيد باستمرار وجود عدة ألاف من الأطفال المحاصرين في المدينة في خطوط النيران المباشرة وقد حذر ممثل اليونسيف في سوريا فران إيجيزا من عدم وصول الوكالات الإنسانية وانقطاع المدينة تماما عن المساعدات المنقذة للحياة مشيرا إلى وجود القليل من المياه الصالحة للشرب وانعدامها في بعض الأوقات بينما تنفد إمدادات الأغذية بسرعة وشدد بيانه على ضرورة السماح للأطفال والأسر الراربة في مغادرة المدينة بالخروج بأمان وكرامة وقال إيجيزا في بيان إن ست سنوات ونصف من الصراع سلبت من ملايين الأطفال طفولتهم وأصابتهم بمعاناة لا توصف وشدد على ضرورة وقف العنف في جميع أنحاء سوريا والوفاء بالالتزامات القانونية تجاه الأطفال ويعتقد أن 25 ألف مدني محاصرون في المدينة نصفهم من الأطفال وتتهم الأمم المتحدة تنظيم داعش باستخدام المدنيين كدروع بشرية لحماية مسلحيه نجحت عائلة من 29 شخصا من الفرار من مناطق احتلال داعش في دير الزور ووصلت هذه العائلة إلى مخيم قرب الشدادي لكنها تعاني ظروفا صحية واقتصادية صعبة كما حال مئات الفرين عن مناطق احتلال داعش ويأمل نازحون هنا أن يتم تحرير مناطقهم بسرعة وترضي داعش منها ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان تفاصيل في سياق التقرير التالي هكذا يبدو الحال في هذا المخيم قرب الشدادي حيث وصل مئات الفرين عن قراهم بسبب تنظيم داعش أبو إبراهيم نازح من ريف دير الزور يأمل أن يتم تحرير منازلهم ليعود إليها من جديد وناشد أخبار الآن كي يتم تسليط الضوء أكثر على معاناتهم المستمرة نحن عايشين أكثر من 29 شخص تحت هالحصيرة موخيمة حصيرة هاي موخيمة وفي أطفال وفي ثلاث لسوان حوامل وحدة منهم يمكن بعد عشر ايام عند الله راح تجيب ويقول لك وحدة بالتامن ووحدة بالتاسع كمان وفي مرة هون معها تخثر ومعها جرتومة بالدم كمان بدها مشفى وبدها راحة عن طريقها وكانت طريقها الآن وكثر الله ألف خيرها نحن معاناتنا هون يعني ما توصف بحري العلي زوجة أبو إبراهيم هي أم لخمسة أطفال وحامل في شهرها التاسع تقول إن الأطباء أكدوا أنها بحاجة لعملية قيصرية ولا يمكن إجراء هذه العملية في المخيم وأنا بشي حامل في الشهر التاسع وبيدي أعمل عملية قيصرية ابني مديور وقالوا لي حصريا بدي أعملية قيصرية ومعي خمس أولاد وقالوا لي بديش تروحين لحالة شوان ما بفيني أطلع لحالة بدي أولاد يطلعون معايا والوضع هي أن ما يسمح لي أولده أنا هي أن ما بدنا لا مي ولا أكل ولا شي أنا المهم بدي أروح على مكان آمن وبيدي أولد بي استعطف لي شي يصير بي يا أفقد حالي أفقد ولدي يعيش في مخيم قانا قرب الشداد مئات الفرين عن مناطق احتلال داعش يعيشون ظروفا صعبة زاهر فناش مسؤول العلاقات العامة في المخيم يقول إن الأوضاع الصحية تزداد صعوبة بسبب نقص المساعدات وعدم توفر الرعاية الطبية مخيم الشداد 8000 نازح عمر المخيم حتى الآن شهرين ونص بالنسبة للوضع الصحي الوضع الصحي متأخر جدا في عدنا في النفايات منتشرة بكافة أرجاء المخيم بالنسبة للوضع الطبي ما في نقطة طبية دائمة موجودة في المخيم عم تصير حالات إسعاف سواء بالليل أو بنهار عم نستخدم سيارات الإدارة حتى ننقل هالحالات باتجاه مشافي الحسكة مئات العوائل التي تعيش هنا تأمل أن يتم تحرير مناطقهم من تنظيم داعش وترض التنظيم من مدينة الرقة وكذلك دير الزور ليعودوا إلى ديارهم ومنازلهم من جديد فاصل قصير ونواصل نشرتنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد إلى اليمن حيث قتل نحو عشرة مسلحين من ميليشيا الحوث وصالح وجرح العشرات خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في جبهة موريس شمال محافظة الضالع اليمنية وقصفت مدفعية قوات الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي عددا من مواقع الانقلابيين بشكل كثيف ما أجبرهم على الانسحاب من أماكن تمركزهم بدأت كوريا الجنوبية مناجعة جدوى بناء غواصة تعمل بطاقة نووية وسط تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية وطلبت البحرية من معهد خاص إيجاد سبل لحل القيود الدولية الخاصة ببناء غواصة نووية وستصدر النتائج بحلول نهاية هذا العام حث مصدر في الحكومة البريطانية الاتحاد الأوروبي على عدم المماطلة في مفاوضات بريكزيت وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين الطرفين في بريكسل بشأن خروج المملكة المتحدة المزيد مع الزميلة ميسون بركة وزارة بريكزيت دعت في الحكومة البريطانية المفاوضية الأوروبية إلى إبداء مزيد من الليونة بينما يدفع المفاوضون البريطانيون باتجاه محادثات بشأن مستقبل علاقات التجارية بالتزامن مع الانفصال وأوضحت الوزارة أن المحادثات المتعلقة بخروج البلاد وبالشراكة الوثيقة والمميزة التي تريدها لندن في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي موضوعان مترابطان جوهريا من ناحيته أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة تحقيق تقدم كاف بشأن ثلاث قضايا هي وضع مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا كلفة بريكزيت والحدود المقبلة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا قبل البحث بمستقبل علاقات التجارية بين لندن والاتحاد في الأثناء يعرض حزب العمال المعارض الرئيس في بريطانيا عن تحول في السياسة يفتح المجال أمام إمكانية بقاء بريطانيا في السوق الموحد للاتحاد الأوروبي لما بعد مارس أذار 2019 موعد لبريكزيت كما يبقي الاقتراح بريطانيا في الاتحاد الجمهوري لعدة سنوات بإطار خروج سلس من الاتحاد هذا وأعاقت صراعات داخلية في حزب مي ترزى مي رئيسة الوزراء محاولات في الاستقرار على موقف معين يمكنها من بداية عملية التفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد انتخابات مبكرة في يونيو حزيران خسرت خلالها مي أغلبيتها البرلمانية وأصبح موقف مي أضعف من السابق حيث يعتقد كثيرون أنه من غير المرجح أن تقود مي فترة برلمانية كاملة على الرغم من أنه من غير الواضح من سيحل محلها في حال رحيلها أغلق مطار هيوستن أبوابهما أمام الحركة التجارية بسبب الفيضانات الكارثية التي تسبب بها الإعصار هارفي وعلق مطار جورج بوش الدولي في هيوستن جميع رحلاته التجارية بعدما غمرت الفيضانات الطرقات المؤدية إليه مما تسبب بزيادة عزلة المدينة تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس بيوم المرأة الإماراتية إيمانا من قيادة الدولة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ونهضة البلاد وتقديرا وتكريما لما قدمناه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه سعاد الشامسي إحدى هذه النماذج المميزة فتجعها لنفسها شجع الكثير من الفتيات لاقتحام مجال هندسة الطيران الزميلة منعواد التقتها وأعدت هذا التقرير حلمت منذ نعومة أظافرها بالطائرات وكبرت ليكبر معها الحلم الذي ظل يراودها فكانت تنظر كل يوم إلى السماء تراقب الطائرات وهي تحلق فوق منزل أسرتها قرب مطار دبي الدولي كبرت وكبر معها حبها للطائرات والطيران فبحثت عن المجالات القريبة منهما فمعشوقتها كبيرة ولا بد من وجود مجالات تقربها منها فوجدت هندسة الطيران قصتي مع قطاع الطيران كان بدأ من الطفولة حيث أنا بيت الوالد مقابل للمطار فكن دائما في الحوي البيت كنت أشوف الطيرات ويطالع ونازلهم فكنت غير عن بقية الأطفال حاب أعرف أكثر عن هاتطيارة وعن كيف هاي الطير لين سنة التسعين كانت أول مرة في حياتي أركب الطيارة ونسافر مع الوالد وإخواني فكانوا بالطيارة يوزعون هدايا الرسوم والتلوينات فكنت أمشي بالطيارة عشان أعد العدد الكراسي وكيف شكلها الطيارة كنت غير عن بقية الأطفال فحبيت فكرة أني أدخل مجال الطيران بس ما كانت واضحة لي الصورة في أي مجال تحت قطاع الطيران الشامسي تحدثت لأخبار الآن عن الصعوبات التي وجهتها لدخول عالم الطيران في البداية الأهل كانوا جدا متخوفين أن بنت في مجال الطيران والتخصص ما كان موجود بالإمارات يعني كان حكر على الرجال بس يعني المرأة كانت مرفوضة أن تدخل مجال هندس الطيران فقد لازم أسافر خارج الدولة عساس أتخصص هذا المجال فلينما أقنعت الوالدة وإخواني وأن يعني عانت بطريقة أني دخلت الجامعة الأمريكية حصلت عروض كثيرة من الأهل أن أتخصص طيب أو قلتهم أنا أبي مجال الطيران وسبحان الله تقبلوا في النهاية وسافرت بريطانيا وتخصص دخلت التخصص واشتغل في التخصص يعني كان أول يوم ليه وكان يوم فرح هو يوم عرسي أنني أنا راح أشتغل في هذا اليوم ولازلت احتفظ بالصورة هابي أني في أول يوم لبسوا اليونفوم وراح أشتغل انصدم بالواقع عدم تقبل الرجل أن المرأة معه كانوا أحد من الزملاء كانوا معارضين وراحوا للإدارة وراحوا للمعارض البشرية كيف تجبون بنت عنا وإحنا راضين من يقف وراء نجاحك؟ وراء نجاحي بعد توفيق رب العالمين لي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لإيمانه بأنني أستطيع التخصص وموافقته أني أسافر على حسابها الخاص لبريطانيا لدي رأسة التخصص ومن ثم العائلتي وقوفهم دائما بجانبي وفي اليوم العالمي للمرأة انطلقت في دبي أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر للقياديات وبمشاركة نخبة من القياديات والشخصيات التنفيذية الإقليمية والعالمية سعاد الشامسي أحد المتحدثين الرسميين في أعمال هذا المؤتمر الذي يبحث دعم خطة تطوير الدور الريادي والتنموي للمرأة والنهوض بالقطاعات النسائية عبر تبني فضل التجارب والممارسات أهمية مشاركتنا كامرأة في الطيران في مؤتمرات أن نراوي الصورة الإيجابية للمرأة أنها موجودة كقيادية في مناصب قيادية في قطاع جديد كقطاع الطيران أحب أوجه شكر لكل امرأة عربية لجهودها وعطائها وتضحياتها من أجل المجتمع العربي كما يركز المؤتمر في دورته هذه على تبني الطاقة القيادية لجيل الشباب في صنع التغيير وقيادته وتحمل المسؤوليات في عيدها العالمي جهود المرأة تكلل بالنجاح وتحتفل بإنجازاتها وطموحاتها وبالتحديد إنجازات المرأة القيادية وتجاربها وإبداعاتها التي أحدثت تغيير في مختلف المجالات وتحدثت كل الصعاب منعواد لأخبار الآن دبي فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل مهرجان القرية العربية في أبهى حدث ثقافي سياحي بمشاركة عشر دول ولمدة عشرة أيام أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الإمارات اليوم التي عنوانت حبة دواء تمنحك جسما رياضيا بدون بذل أي جهد ثورى باحثنا بريطانيون نوعا جديدا من الحبوب تنشط الجسم وتجعله يشعر وكأنه مرس الرياضة بدون ممارسة أي جهد ويمكن أن تكون هذه الحبوب مسؤولة جزئيا عن الآثار الإيجابية للرياضة بما في ذلك الحد من خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان صحيفة المصر اليوم المصرية عنوانت محاولات الشرطة فشلت بطة تتسبب في إغلاق طريق سريع في ألمانيا تسببت بطة فقدت خمسة من فراخها الصغار في إغلاق طريق سريع في ألمانيا لمدة نصف ساعة وطرت الشرطة الألمانية إلى إغلاق طريق السريع خارج مدينة كولونيا بينما كانت البطة الأم تبحث عن خمسة من صغارها لم يتمكنوا من عبور الطريق وأضافت الشرطة أن عائلة البطة حاولت عبور الطريق الخطر ولكن سيارة مسرعة صدمت الفراخ الخمسة ونفقت على الفور صحيفة الرياضة السعودية عنوانت انقراض من نوع مختلف أعلنت الهند عن خشيتها من اختفاء 122 لغة بسبب قلة عدد المتحدثين فيها والذين لا يتجاوز عددهم مجتمعين عشرة آلاف إنسان أما أيسلندا الدولة المتحضرة وصاحبة أقدم الديمقراطيات في العالم فأصبحت تشتكي من تلاشي لغتها الأصلية بسبب الانتشار الواسع للغة الإنجليزية ويمكن تعرف اللغة المهددة بالانقراض ينهى تلك التي يتكلمها أقل من ألف إنسان وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت تطبيق جديد يجلب السعادة لمستخدميه يعتمد تطبيق جديد أطلق عليه كاشف الابتسامة على جمع صور مبتسمة لأشخاص ووضعها على شاشة الكمبيوتر واستخدامها في الوقت الذي يحتاج فيه الشخص لإطارة عاطفته وقام الباحثون بجمع ألف ابتسامة وطرحوها على موقع إلكتروني ودرسوا ردود أفعال المستخدمين فتبين أنهم شعروا بسعادة غامرة مما شجعهم على الابتسامة دائما وأخيرا مع صحيفة النهر اللبنانية التي عنولت شركات مشروبات تدعم حملة مكافحة السكر وفقد سبع شركات كبرى لإنتاج المشروبات على خفض كمية السكر في مشروباتها بسنغافورا بإطار حملة تنظمها الدولة لمكافحة داء السكر واعتبرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي أن السهلاك كميات أقل من المشروبات الغازية الغنية بالسعرات الحرارية هي الطريق الأفضل لمكافحة الوزن الزائد بمشاركة عشر دول عربية احتضنت مدينة أبهى الحائزة على لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2017 احتضنت مهرجان القرية العربية الذي يستمر لمدة عشر أيام يتي ذلك في إطار احتفالتها باللقب الممتد طوال العام الجاري مهرجان القرية العربية الذي ينظمه مجلس شباب منطقة عسير بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبهى يقدم فعالياته وبرامجه المتنوعة وسط حضور جماهيري كبير لعدد من الجاليات العربية في المنطقة مهرجان القرية العربية هو مهرجان ثقافي يقام للمرة الأولى في منطقة عسير تزامنا مع اختيار أبهى عاصمة السياحة العربية لعام 2017 هذا المهرجان حرصنا من خلاله أبراز الموروث الثقافي للدول المشاركة وما تتمتع بهم من مقاومات سياحية وثقافية وتاريخية من خلال معروضات وأجنحة خاصة بهذه الدول ومسرح متفاعل بشكل يومي طيلة أيام المهرجان طبعا مهرجان القرية العربية هو مهرجان يقام بإشراف لجنة التنفيذية لأبهى عاصمة السياحة العربية ويشرف على تنفيذه مجلس شباب منطقة عسير وهي مبادرة من شباب منطقة عسير تزامنا مع هذه المناسبة المهرجان الذي يضم أكثر من أربعة عشر جناحا متنوعا للتعريف بحضارات وثقافات أكثر من عشر دول مشاركة استقطب في أيامه الأولى أكثر من خمسة آلاف زائر وزائر بدعوة كريمة من شباب عسير تمت دعوتنا كجارية سودانية للمساهمة في مهرجان القرية العربية وحقيقة مشاركتنا كان متواضعة بجناحة السودان الموجودة قدامكم له اللي هو بوضح المنتجات السودانية تحديدا والعدادة والتغاليدة السودانية لنا الشرف أنه نحن نكون ضمن الدول المجاورة في المعرض وزي ما أنتم شايفين معرضنا نحن كان مقسم إلى قسمين منها المنتجات الأردنية المأكلات والمشروبات من زيت زيتون وبعض مصنوعات الشركات الأردنية وطبعا القسم الثاني واللي هو التحف والآثار الأردنية ويعني بكفي الاجتماع العرب يعني بأي شيء يعني يجمع كلمتهن يجمع يعني حضاراتهم ثقافاتهم تنوع العربي هذا يعني كله بفيد الأمة العربية كلها بإذن الله طبعا إحنا مشاركتنا هذه نحب أن نبين الجمهور العربي حضارة دولة كويت والفترات اللي مرت عليها تنوع الفعاليات المختلفة التي تلبي جميع شرائح المجتمع زادت من توافد الزوار على المهرجان للإطلاع على المعروضات التي تنوعت بين المنحوتات والفضيات والعملات المعدنية بالإضافة إلى أركان خاصة بالحلويات والعسل والقهوة العربية ومسرح خاص يقدم عدد من الفقرات المتنوعة والمسابقات التثقفية لزوار المهرجان إضافة إلى تقديم عدد من الفكرات الشعبية للدول المشاركة والآن إلى جولة مع الأخبار الرياضية استطاع نادي فالينسيا الإسباني أن يخرج بتعادل انثمين من ملعب سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدول الإسباني وأهدر الريال أول نقطتين في المسابقة هذا الموسم ليصبح في جعبته أربع نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام فالينسيا المتساوي معه في نفس الرصيد صاحب المركز السادس سادت حالة من التضارب حول انتقال فيليب كوتينيو لاعب ليفربول لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية التي ستغلق في الأول من شهر سبتمبر القادم أما في إسبانيا فستغلق يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري أي قبل يوم واحد من إنجلترا وهو ما يضع برشلونة تحت ضغط كبير لإنهاء الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات إلى ذلك توصل مونكو بطل الدور الفرنسي لكرة القدم وباريسان جيرمان وصيفه إلى اتفاق على انتقال المهاجم الدولي الشاب كليان بابي من الأول إلى الثاني حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن اتفاق مقابل 180 مليون يورو يجعل من بابي في حال إتمام الصفقة ثاني أغلى لاعب في العالم احتفظ فيلم الحركة الكوميدي The Hitman's Bodyguard بصدارة إرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا إرادات بلغت عشرة ملايين ومائة ألف دولار كما احتفظ فيلم الرعب أنابل كرييشن بالمركز الثاني محققا سبعة ملايين وأربعمائة ألف دولار قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين تلعفر محررة بالكامل فهل انتهى حلم داعش في العراق؟ مقتل أربعين فرد من قوات النظام بالبادية وسوريا الديمقراطية تتجه إلى مركز الرقع ودولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي بالمرأة الإماراتية في يومها وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجزة للأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة